نود بتسأل على تفاصيل كتير الحقيقة اه لو انت سمعنا بس يعني يا كريم انا وكريم حابين نعرف انك طبعا والسادة ده سامع تماما ستتفضلي سامع كويس جدا طب رائع جدا احنا كنا حابين برضو نطمن السادة دولاتي اللي بيتابعونا والمشاهدين عن فكرة هنا الاستضافة والصحافة كيف تكتب الدعم اللي النادي الاهلي بيلاقيه يا كريم تتكلمنا عنه الملعب وكمان التذاكر هل اتبعت كلها ولا لأ حابين نعرف منك برضو يعني اي معلومة ممكن اخرى تفيد دلوقتي وتطمن في نفس الوقت الجماهير اللي بتتابع جماهير سواء بقى حقول المصرية او الجماهير الاهلوية تفضل يعني هبدأ معاك طبعا زميلتي نواند بالجماهير اللي كانت متواجدة كالعادة بمؤذرة فريق النادي الاهلي عقب الوصول الى مطار طنجة كالعادة جمهور النادي الاهلي وورى الفريق في اي حت اما بتشوف المؤذرة والمسندة والهتاف للعيب النادي الاهلي كل بيقول لعيب النادي الاهلي العب بجدية وبشخصية هتوصل لاخر نقطة وابعد نقطة في هذه البطولة فيمكن دي بتدي رسالة كبيرة جدا للعيبة ملايين جماهير النادي الاهلي منتظرة النادي الاهلي وظهوره الجايد جدا فيمكن كل الامور دي يعني بتساعد بشكل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي انه هو يظهر بشكل جايد جدا الصحافة طبعا فريق اوكلاند سيتي كل الامور دي نادي الاهلي قيمته كبيرة جدا في افريقيا وفي المغرب تحديدا يعني الشعب المغربي والمغرب بيعشق حاجة اسمها النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي بقيمته الكبيرة وبتاريخه الكبير فيمكن كل الامور دي شفناها ولمسنها في لحظات بسيطة جدا يمكن نهاردة واليوم هيبدأ وهيبان تحركاتنا وهيبان كل الامور دي لكن واضح الاهتمام الكبير جدا بالنادي الاهلي بالارقام وبالتاريخ المرة الثالثة على التوالي المرة التامنا في تاريخ النادي الاهلي عدد المباريات عندنا سكواد رائع ومميز جدا يمكن كل اللعيبة متواجدة عايزة طمنك على القيمة قيمة النادي الاهلي الحمد لله متواجدة بالكامل باستثناء طبعا كوكا اللي طمننا من طبيب النادي الاهلي دكتور احمد وعابل على حالته وممكن عنده شد بسيط فيمكن فضل الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي والطب انه هو يكون طبعا غير متواجد لانحنا عايزين الجهازية الكاملة والتمة لكل اللعيب النادي الاهلي مباريات محتاجة قتال بشكل كبير جدا مباريات محتاجة اصرار كبير جدا فريق اوكلان سيتي عنده من التاريخ وعنده من الارقام لكن هذه المباريات مباريات كؤوس نعتبرها مباريات نهائية لان هي دي المباريات اللي هتفتح للنادي الاهلي الطريق في البطولة فيارب يا رب ان شاء الله بإذن الله بدعوات كل لجمهورنا العظيم وايضا كمان بالجدية الكبيرة جدا لفريق النادي الاهلي وبالقيادة الفنية الرائعة والممازل حقيقة الميستر كولر اللي الحقيقة يمكن يعني بيقابل ظروف صعبة جدا من تحديات ويمكن غيابات كثيرة جدا فيمكن الامر بيكون في صعوبة لكن الراجل بيحاول ان هو يوفق طبعا بعض الامور بالله يخلى عدد الفتاح بيالعب مش في مكانه بالله محمد هاني بيتقالج بشكل كبير امور عديدة جدا بنشوفها في بطولة الدوري العام لكن طبعا انتعرف خلاص في اختلاف كبير جدا من بطولة الدوري العام وبطولة كأس العالم الاندية فيارب ان شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جيدة جدا لفريق النادي الاهلي من تدريب اليوم ولكل حدث نحيز ان شاء الله بعد هذه المرة